السلام عليكم مرحبا بكم مجددا في قناة طبخه و تدبيره مع ملال اليوم مع بعض رح نحضر طبق رئيسي رمضاني بامتياز هو طبق يعني في العدم ولفي نحضره لهو دول ما قرنه لكن بطريقة جديدة وعصرية نتمنى شراء الوصفة لتنال اعجابكم فرجة ممتعة سبقل وحطيت كمية من الزيت في القذر خليتها سخونة شوية حطيت البصر مقطع رقيق رشة ثوم بودر مسحوق الثوم ممكن ديرو زوج فصوص ثوم ترابيهم رقيق ملح فلفل اكحل راس الحانوت مكثروش بزاف راس الحانوت يعني نص مغرف مكسيمم نحرك هم مع بعض نخلي حتى نزيد باللي هدك البصر شوية ونضيف له الجلبانة أنا هندي جلبانة هنا كونجلي الجلبانة لحسب افراد العائلة ونحمسهم مع بعض ونجيب القرنون أنا القرنون أسبق لي وشاركت معكم في الفيديو كيفاش نحتافظ به في المجمد وكيفاش ننقيح بعض هذا هو نفس القرنون نحمسهم مع بعض يعني غير بشوية باش ميتكسر شدك القرنون ونمرق بالماء كمية الماء تكون كمية معتبرة باش مبقاش نضيفه ونعهده نغطع عليها ونخليها حتى تبدأ تغلي الوقت لاني استنى لاصص هديك باش تغلي ونحضر اللحم الماء فرم عندي كمية من اللحم الماء فرم ونضيف لها بصل لما مقطع عرقية كلها مرحية نفس التوابل اللي ضفتهم للملح ملح فلفلاكحل راس الحانوت وثوم بودر إذا لم يكن اشتغلوا بودر نضيف لها أصوم مرابي كما لك كما للمرق نفس الشي نزوج مغارف شابلوغ تستغنو عليه وتعوضوه بالروز يكون مغلي شوية ونجمع بسافار حباب بيت كمية اللحم لدي قليلة صفار البيض كي تكون الكمية كبيرة ولا تديروا معها الروز تديروا حباب بيت باش تبقى لحباب محكومة نعجلهم مملح وضفت لهم مغرف كبيرة باش الكوريات اللحم يبقوا لي اضرايا بعد ما يطيبوا ونشكلهم كوريات على حسب الحجم المرغوب يعني تحبوا حبابات كبار ولا تحبوا ديروا حبابات يكونوا صغر كما نحنا كوريات صغر بعد ما كملت كامل هذه الكوريات ونضعهم في المعرق بعد ما يكون الغلاء يعني بعد 10 دقائق من الغلاء القرنون دخوله طياب نضع معها الكوريات باش مم هو يدير البنة ونجعلهم مي طيب ونجعله طيب فقط مجرد ما يطيب نحيه بعد ما اضع القرنون وصفيته عندي كمية من الجبن الطاري من المستحسن يكون جبن طاري لكن متماسك شوية انا استعملت جبن مثلاثات شكلتوا كوريات يعني بيدي شكلتوا كوريات وحطيتهم في وسط حبة القرنون كما راكموا تشوفوا ونضغط على شوية على الأطراف باش يلسق يعني ما نبقاش نضغط بزاف ما مستحسن تخدموا بيديكم لأن القرنون فراجيل لو كانت تخدمه في الملعقة ولا بالفل بالشوكة ممكن جدا تضغطوا وما تشعروا حتى تتكسر القرنون بعد ما حطيت الجبن في قلب حبة القرنون نغطيها في البيض اضافته شوية ملح برك و ارمدها في الفلاشة بلور بعد ما كملت كمية كاملة حطيتها في زيت سخون يجب ان يكون سخون ملح لأنه الهدف هو انه نشكل فقط هذه القشرة اللي في الخارج وتتحمر لأنه كل شي راه طيب نحمرهم على الجهة ونقلبهم ونحمرهم على الجهة الاخرى ونضعهم في ورق مصبة في أبسومو ونقدمها مع المرق بالنسبة لطريقة التقديم نقسم الحبة على زوج ونضغط هذه الجبنة في الوسط نضغط كرية اللحم وبين كل كريتين نضغط قطعة من او نصف حبة قرنون محشية بالجبن وشي بقالي نضغطه في الوسط تزيم مع دنوس قارس كما حبيتوا نشاء الله الوصفة هل تكون نالت اعجابكم اذا اجبكم الفيديو متدساوش تضغطو على اعجاب وتشاركوه مع ثقائكم باش تعمل فايدة واذا كانت اول مرة تزوروا القناة تنقلكم اشتركوا فعلوا الجرس وفعلوا كل التنبيهات باش يصلكم كل جديد الى اللقاء الى فيديو جديد ووصفة جديدة باذن الله اشتركوا في القناة